بسم الله هنتكلم في الفيديو دوت عن الدرس التاني من الوحدة الاولى وهي درس الطبيعة الموجية للضوء ما تنسوش ان دعموكم لينا بالشير واللايك والسبسكرايب بيشجعنا جدا ان احنا نكمل شرح باقي تفاصيل منها الكل تعالوا نشوف الالوان احنا ازاي بندرك الالوان ادركنا اللون زي ما كنا اتفقنا قبل كده على حاجة مهمة جدا وهي عملية الابصار ازاي بتتم فبنقول عملية الابصار بتتم ازاي ان لو انا عندي جسم فلازم يكون في مصدر اضاءة طلع منه شعاع ضوء والجسم ده عكس الضوء ده على عيني فانا قدرت اشوف طيب انا بدرك اللون ازاي عن طريق حاجتين اول طريقة ان انا بشوف الضوء اللي طالع من المصدر على طول يعني عن طريق اضافة الضوء وتاني طريقة اننا الضوء ده بينعكس او بينزل من المصدر على جسم فاحنا قلنا الضوء ده عبارة عن موجات كتير صح? طيب الجسم ده بيمتص منه موجات وبيعكس لموجة هي دي اللي انا بشوفها بمعنى لو الجسم ده مثلا احمر فوقع عليه موجات كتير وقع عليه احمر واخضر وازرق طيب انا شفت الجسم ده احمر ازاي? بما اني شفت احمر يبقى معنى كده ان هو عكسلي الاشاع الحمرة طيب والخضرة والزرقة هو امتصهم فتاني طريقة بشوف بيها الضوء هي عن طريق اختزال اشاعة الضوء يبقى دي معتمد على المصدر ودي معتمد على الجسم نفسه طيب تعالوا نشوف اول طريقة ازاي بندرك الالوان عن طريق اضافة الضوء طيب العلماء عادوا يلعبوا قاموا جايبين ليزر منه فيه ليزر احمر وليزر اخضر زي اللي بنشوفه في الماتشات وكده وقاموا مسلطين التلاتة دول على بعض وقاموا جايبين شاشة مثلا وليكن سودة كده وقاموا مسلطين ضوء احمر وضوء اخضر مع بعض وضوء ازرق فشافوا المنطقة المتدخلة ما بينهم زي دي كده بالزبط ده اخضر وده ليزر احمر وده ليزر ازرق فالمنطقة المتدخلة ما بينهم اللي هي ايه اللي هي دي شافوها باللون ايه الا بيض وبالتالي سميت التلات الوان اللي بيكونوا للون الاساسي اللي هو الابيض الالوان الاساسية يبقى اول تعريف عندي ايه هي الالوان الاساسية هي الالوان التي تتراكب تتراكب معا بشدة مناسبة وتكون اللون الابيض فلقى فلاقينا ايه هم التلات الوان دول هم عبارة عن الاحمر والاخضر والازرق يبقى الالوان الاساسية هي الالوان اللي بتكون اللون الابيض وهي تلات الوان احمر واخضر وازرق طيب بعد كده العلماء عادوا يكملوا لعب عملوا ايه اموا جايبين كل لونين وحطوهم على بعض فلما حطوا الاحمر على الاخضر لقوا ان اللي طلع لهم لون اصفر زي المنطقة دي لما حطوا الاحمر على الاخضر طلع المنطقة اللي ما بينهم اللي هي اللون الاصفر ولما حطوا اخضر مع ازرق طلع اللون اللي ما بينهم ازرق السماوي اللي هي زي المنطقة دي اللغضر واللزرق يديني اللون اللزرق السماوي او اللزرق الفاتح طيب لسه لي ايه ملعبناش فيه اللحمر واللزرق اللحمر واللزرق دول لما حطوهم مع بعض طلع للون الارجواني طيب فبالتالي اطلع لي مجموعة جديدة من الالوان غير الالوان الاساسية هسميها الالوان الثانوية ايه هي الالوان الثانوية هي مزج هي الالوان التي تنتج من مزج لونين اساسيين فايه هي الالوان الاساسية طلع لنا اصفر وازرق فاتح اوازرق سماوي والارجواني طيب نبطل لعب لا قال لك اترهنوا مع بعض وقاموا ايلين مين اللي يقدر يطلع لي اللون الابيض ولكن بلونين بس مش بالتلات الوان دول انا عايز لونين بس احطهم على بعض يطلع الابيض فواحد قال بسيطة اللون الابيض ده متكون من التلات الوان دول طيب لو انا جبت اللون الاصفر اللون الاصفر ده عبارة عن ايه عبارة عن احمر واخدر لو ضفت له ازرق يبقى انا كده جمعت التلات الوان فبسمي المجموعة التلتة دي الالوان المتتمة ايه هي الالوان المتتمة او المتكاملة هي اللونان الضوئيان اللذان يختلطان معا لتشكيل اللون الابيض طيب زي ما قلنا فبجيب لون ثانوي اللي هو اصلا عبارة عن لونين فالمصفر ده كان عبارة عن احمر واخدر يبقى انا نائس ل pajamas للزرق لو ضفت اصفر مع ازرق هيديني ابيض طيب و لو جبت لون ثانوي تاني اللي هو مثلا لازرق الفاتح لازرق الفاتح ده كان عبارة عن ايه عبارة عن اخدر وازرق يبقى انا لسا لي ايه احمر يبقى لو ضفت لازرق الفاتح مع الاحمر هيطلعها للبيض وايه كمان الارجواني الارجواني ده كان عبارة عن ايه وايه عبارة عن احمر وازرق لو انا ضفت عليه اخضر اللون الباقي فهيطلع للون الا بيض فدي بسميها الالوان المتتمة طيب استفدنا من دفء ايه في حياتنا عارفين مسحيء الغسيل انت لما تاكل مثلا وتوقع على نفسك والتشارت انت لسه جايبه جديد فبيحصل فيه بقع صفرة او مثلا لقدر الله حصل تعوير او حاجة فبيبقى فيه بقع حمرة فبتلاقي مسحيء الغسيل لونه ايه لونه ازرق بيحطه فيه صبغة زرقة عشان يرجع لي التشارت تاني ابيض فيقضي على البقع يبقى استفدنا ايه ان احنا بنحط في مسحيء الغسيل صبغة زرقة عشان تقضي على البقع الصفرة او الحمرة فترجع لي الهدوم تاني نضيفة يبقى لو لاحظته ان احنا كل ده بنتكلم ان احنا معانا شعاع ليزر او معانا كشاف او معانا اي مصدر ضوء وعمالين نلعب به وبنشوف الضوء بتاعه مباشرة فبندرك الالوان عن طريق اضافة الضوء على بعض فقسمنا الالوان اللي هنشوفها لتلات الوان اساسية وسانوية ومتتم طيب الطريقة التانية اللي بندرك بيها الالوان هي عن طريق اختزال اشعة الضوء يعني ايه قلنا ان دي مرتبطة بالجسم نفسه يعني بحط على الجسم مادة معينة هي اللي بتمتص اشعة وبتعكس لي الاشعة الباقية فبشوف الجسم بالاشعة الباقية اللي انعكست طيب ايه هي المواد دي عندي نوعين في حاجة اسمها المواد الملونة وفي حاجة اسمها الاصباغ المواد الملونة دي بتوجد في الطبيعة وبتستخلص من النباتات والحشرات زي ايه مثلا فبنلاقي ان مثلا المادة الملونة الارجواني دي بنستخلصها من توت شجرة التوت اللي سود يعني لو جبت التوت دوت وقمت عصره هينزل منه عصارة ارجواني لو انت حطتها على اي جسم هياخد اللون الارجواني ومثلا اللون اللي اصفر ده بيطلع من نبات الزعفران لو انت برضو طحنته هيطلع لك بودرة صفر واللون اللي احمر مثلا بيطلع لنا من حشر اسمها الدودة الكرموزية طيب المواد الملونة دي ايه بقى المميز فيها هو سبحان الله ربنا مديها القدرة فهي بتتكون من جزيئات لها القدرة هي ربنا مديها القدرة دي احنا مناش اي دخل على امتصاص اطوال موجية معينة وتسمح لاطوال موجية اخرى بالنفاذ طيب الاطوال الموجية اللي هي اعتمتصها ديت هتتحول الطاقة بتاعت الدوق اللي جايدة لشكل اخر من اشكال الطاقة زي ايه زي مثلا لو انت لابس اسود في يوم فهتحس بالحر قوي ليه لان اللون اللي سود ده بيمتص الاشعة اللي نزل عليه فاشعة الدوق ديات لها طاقة فتحولت على التشيرت الطاقة حرارية فعلت حرارة جسمك او هنشوف طريقة تانية بتتحول بها الطاقة في اخر الفيديو دو طيب فاحنا بنقول ان ازاي الجسم بيكتسب اللون ده عن طريق ان انا بحط عليه مادة ملونة بتسمح لبعض الاشعة ان هي تنعكس وبتمتص الاشعة التانية وبالتالي بشوف الجسم باللون اللي هي عكسته طيب فبنقول مثلا لو انا صلطت ضوء ابيض على جسم احمر فاحنا اتفقنا ان الضوء اللي ابيض مكون من ثلاث الوان رئيسية ايه هم اللحمر واللغضر واللزرق جميل فانا حطت عليه مادة ملونة المادة الملونة دي بتعمل ايه بتعكس اللحمر لها القدرة ان هي تعكس اطوال موجية معينة اللي هو الاحمر وتمتص اطوال موجية اخرى وبالتالي انا هشوف في الاخر ان الجسم ده لونه احمر طيب لو انا ما نزلتش عليه ضوء ابيض انا نزلت عليه ضوء ازرق فقط يا ترى ايه اللي هيحصل برافو المادة الملونة دي تقولنا ان هي لها القدرة ان هي تعكس اللون الاحمر بس وتمتص اللاخدر واللزرق وبالتالي ضوء اللازرق اللي نازل ده هيحصل في ايه هيمتص وبالتالي هل في حاجة تنعكس على عيني لا يبقى هشوف الجسم ده باللون اللي سود يعني هل اللون اللي سود اللي احنا فيه ناس بتحبه قوي في اللبس او في اللون العربيات او كده او اللون الفخم ده هو عبارة عن ان الجسم ده واقع عليه اشعة وامتصها كلها وانا مش شايفه يعني مفيش حاجة انعكست على عيني فانا شايف الجسم ده باللون اللي سود اه اللون اللي سود ده عبارة عن عدم انعكاس الوان على عيني فانا مش شايف لون للجسم مش شايف لون للجسم يعني لونه اسود فزي مثلا الصور ديت مش هطول فيها عشان ما نطولش في وقت الفيديو انا مثلا الضوء اللابيض قنساقط على حجر النيرد اللاحمر ده فهو ملون بمادة ملونة حمراء فقلنا ان هي بتعمل ايه بتعكس اللون اللاحمر على عيني وبتمتص اللاخضر ولا زرق طيب لما صلطت اشعة زرق بس ايه اللي حصل امتص كل الاشعة الزرق وبالتالي شايفه باللون اللي سود وهكذا في باقي الاحجار ولما صلطت عليه احمر بس ايه معاكس اللون اللاحمر على عيني فشايفه باللون اللاحمر دي كده المواد الملونة طب هل في حاجة تانية ممكن احطها على الجسم تدي له لون او تقوم بنفس الوظيفة اللي هي بتختازل اشعة الضوء اللي سقط عليها وبتعكس اشعة معينة بس اه اللي هي الاصباغ ايه الاصباغ ديت هي برضو بتوجد في الطبيعة وبتصنع من المعادن المطحونة زي ايه زي مسلا الصبغة الحمرة بتبط بطحن معدن اسمه الهيماطايت والصبغة الزرق بطحن معدن اسمه الازورايت طيب دي معلومات كده عمتن طيب وبيقول كمان ان يمكن رؤية جسيمات الصبغة دي تحت المجهر طيب تعالى نخش في المهم هقسم الصبغات ديت لتلات فئات زي الالوان الضوءية الاصباغ الاساسية ايه هي الاصباغ الاساسية ديت قالك الصبغة الاساسية ديت هي الصبغة التي لها القدرة على امتصاص لون اساسي واحد وعكس اللونين الاخرين يعني ايه يعني دلوقتي لو انا في جسم عندي واقع عليه ضوء ابيض يعني ايه يعني موجات حمرة وخضرة وزرقة طيب تعالوا نتوقع الجسم ده محطوط عليه صبغة لونها ايه لو انا قلت لك ان الجسم ده امتص اللون الاحمر وعكس اللي اخضر واللي ازرق فاحنا قلنا في الصفحة اللي فاتت لما هينعكس على عيني اخضر وازرق يبقى انا هشوف الجسم ده باللون ايه برافو يبقى انا هشوف الجسم ده باللون اللي ازرق السماوي طيب لو الجسم ده متص اللون اللي ازرق وعكس لي اللون اللحمر واللغضر هشوفه باللون ايه برافو اصفر طب لو امتص اللغضر وعكس ازرق واحمر هشوفه باللون الارجواني وبالتالي الاصباغ الاساسية عندي هي اللي ازرق السماوي والاصفر والارجواني مش بيفكركم بحاجة بالزبط الاصباغ الاساسية هي هيها الالوان الاساسية للضوء الالوان الثانوية للضوء يبقى الاصباغ اساسية هي هيها الوان ثانوية طيب المجموعة التانية اللي بسميها الاصباغ الثانوية ايه هي الاصباغ الثانوية هي التي تمتص لونين وتعكس لون يلا نلعب انا دلوقتي لو الجسم ده امتص احمر واخدر وبالتالي هيعكس لي الازرق فهشوفه باللون ايه بالزبط طيب لو امتص احمر وازرق وعكس لي اللغدر هشوفه باللون وهكذا حلو لاحظتوا حاجة الاصباغ السانوية هي هيها الالوان الاساسية طيب يعني الاصباغ عكس الالوان في كل حاجة اه طيب الاصباغ المتتمة او المتكاملة هناك كنا بنقول اللونين اللي يختلطوا مع بعض يكونول ابيض هنا اقول الصبغتين اللي يختلطوا مع بعض يكونولي السود برافو قلنا اللون اللي السود بيتكون ازاي لما يحصل انتصاص لكل الالوان طب تعالوا نشوف ممكن احط ايه على ايه يديني السود لو انا جبت اصفر الاصفر ده بيمتص ايه الاصفر ده بيعكس على عيني احمر واخدر وبيمتص ازرق طيب انا لسه عايز امتص اخدر واحمر عشان المكس ده يديني السود طب ايه اللون اللي بيمتص اخدر واحمر بالزبط الصبغة اللي بتمتص اخدر واحمر هي الزرقة صبغة بتمتص لونين اللي هي الصبغة السنوية فانا كده لو حطيت المكس ده على بعضه وصلت عليه ضوء ابيض اللي هو احمر واخدر وازرق ايه اللي هيحصل هلاقي ان اللي اصفر ده بيمتص اللي ازرق وهلاقي ان اللي ازرق بيمتص اللي احمر والاخدر وبالتالي هيبنل في الاخر باللون الاسود طب ايه تاني لو جبت صبغة اساسية اللي هي ازرق فاتح فدية بتعكس على عيني احمر واخدر وبالتالي كانت امتصت اللي ازرق لا اللي ازرق الفاتح بيعكس على عيني ازرق واخدر وبالتالي بيمتص اللي احمر طيب انا عايز حاجة امتص اخدر وازرق اللي هي ايه برافو الاحمر ده بيمتص اللونين التانين اللي اخدر اللي ازرق وبالتالي لما ينزل ضوء ابيض عبارة عن احمر واخدر وازرق هلاقي اللي اتنين دول امتصوهم وهيتكون للون الاسود وبالتالي اي لون اي صبغة اساسية بيبقى ليها صبغة سنوية تتحد معها وتكون اللون الاسود فبنقول الارجواني اللي هو متكون اصلا من احمر وازرق وبينتص الاخدر لما يجي احط معاه اخدر اللي هو بينتص احمر وازرق يبقى انا كده هيطلع لي لما صلت ضوء ابيض على الميكس ده هيطلع لي باللون اللي سود يبقى كده اتكلمنا عن ازاي بندرك الالوان عن طريق المواد الملونة وازاي بندرك الالوان عن طريق الاصباغ وعرفنا ايه الفرق ما بينهم هنا اخر حاجة اللي قلتلكو احنا شايفين الصورة الجميلة دي ازاي النباتات فيها مادة اسمها صبغة الكلوروفيل صبغة الكلوروفيل اللي بتعمل ايه بتمتص الازرق والاحمر وبتعكس على عيني اللاخدر وبالتالي بشوف النباتات باللون اللاخدر طب اللي هي امتصتهم دول هتعمل بيهم ايه الطاقة دي بتستخدمها في عمل العملية البناء الضوئي ودي العملية الاساسية لتحضير النبات لغزاؤه طيب وبرضو الصبغات اللي بنقول عليها دي الدخلة في الطابعات فالطبعة بتلاقي فيها كده زي محليل لالوان اصفر وارجواني وزرق داكن فلما ييجي order للطبعة مثلا انت بتطبع صورة فيها اسود حتة سودة فبتقول للطبعة حطيلي على الحتة ديت صبغة اصفر وزرق عشان يطلع الاسود مش احنا قلنا الحاجات المتتمة اصفر وازرق يطلع الاسود طيب لو جات حتة حمرة فهقول ان انا عايز ادمج صبغتين من التلاتة دول عشان يلون للحتة ديت بحمر وهكذا ويشوف بقى يخلط ايه مع ايه يطلع لي اللون الاحمر او الاصفر او الازرق او ايا كان ويطلع لي الصورة بالالوان اتمنى يكون الدرس النهاردة مفهوم ولو عندكو اي استفسار ابعه تلم موسيقى